تختتم الأحد المقبل منافسات بطولة خالد بن حمد المراكز الشبابية وذوي الإعاقة والفتيات لكرة الصلاة وسط تقطية مرئية وإذاعية حيث تشارك في هذه النسخة فيئة الفتيات بستة فرق وسوف تلعب المباراة النهائية وسط حزما من الجوائز والمفاجئات بصالة مدينة خليفة رياضية الزمير صالح يوسف والتفاصيل فئة كانت ركيزة أساسية في هذه البطولة دور خالد بن حمد سلت الضوء منذ انطلاقته على الشباب البحريني وفي هذه النسخة شمس الفتيات أشرقت لتكمل السلسلة المجتمعية التي يحتضنها فكر سموه مكان أصبح ملتقا لاكتشاف القدرات والمواهب وفيه أصبحت فتيات المملكة تنمي مهاراتها عبر هذه اللعبة أعتبرها فرصة كبيرة وفرصة أتوحت المجال للعبات أنهم ينضوون مع الفرق الثانية ويشوفون قدراتهم ويشوفون كيف أداءهم أمام الجمهور وأيضا فرصة حق الجهاز الفني سواء كان في الأندية أو في المنتخبات أن يختارون الفتيات اللي ليدوهم الموهبة أنهم يكونون إن شاء الله أعضاء منتسبين للمنتخبات سمو الشيخ خالد بن حمد من خيرة الداعمين لنشاط المرأة والرجل على حد سواء ستة فرق تخوض هذه المنافسة وعيونها تميل لكأس البطولة تقارب المستوى الفني وتشابه الطموح أبرزا من الدية والحماس بينهم تعني لي ويد هذه البطولة لأننا نفس ما نقول عطت فرصة حق البنات يعني عطتنا فرصة لأننا نطلع مواهبنا ونطلع اللي عندنا داشين ثلاث مباريات الحمد لله كل مباريات ناجحين فيهم وداشين هاي البطولة أول شي عشان إنجاح هاي البطولة ثاني شي هدفنا الثاني إن شاء الله بتشوفونا في النهاء إحنا مندور على هالفرص يعني مندور على هال إنو إحنا بدنا البنات بدهم يلعبوا بدهم يطلعوا طاقتهم بدهم أشياء زي هاي كتير بتساعدنا النسبة شو ما كانت عمارنا بدنا الفريق قبل تتشور فريق البنات وقال كابتن فواز أنا مندخل بهالبطولة كتجربة وما توقعنا صراحة أن نوصل للنص النهائي والحمد لله وصح إن نخسرنا بس يعني بيّنت في الملعب إحنا كيف تحسننا من أول ما بدنا جوائز ومفاجآت أخرى تنتظر الجماهير العاشقة لكرة القدم في ختام هذه المنافسة الكل يتوقع طبعا هذا النهائي وإحنا طبعا أيضا نتوقع حضور جماهيري كبير في النهائي خاصا هنا طبعا جوائز رصدت للجماهير وتم توزيعها قبل أيام وحتى أيضا راح تتوزع في يوم النهائي طبعا نحن عارفين أن الجائزة راح تكون عبارة عن سيارة وأيضا جواز أخرى ولكن طبعا نحن ناشد الجمهور بالحضور لمتابعة الإثارة والندية واللعب وأيضا الكسب بالنسبة للجواز ثلاثة نهائيات للمراكز الشبابية وذو الإعاقة والفتيات سيزدل الستار عنها مع موعد جديد حيث المتعة والإثارة مبادرة رائدة من نوعها خالد بن حمد قد حاكها لينسج لنا ملتقا يضم جميع فئات المجتمع ويسهم كما نرى في ارتقاء رياضة المرأة بالمملكة لتلفزيون البحرين صالح يوسف